سارة من العراق أهلا بها العراق يا سارة السلام عليكم وعليك السلام من أين من العراق؟ من بغداد والنعم أو موريا بنت بغداد دكتور عندي سؤال هل يجوز الحصان بغير الله؟ يعني مثلا عنه يقول والنبي وعلي والكعبة يعني هل يجوز من حلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف فليحلف بالله يعني من حلف بغير الله فليستغفر وليقل لا إله إلا الله فالأمور طيبة يعني إذا الأصل حلف بالله علمت نعم عندي شؤال ثاني أموريني عندي كم استفسار حول الوضوع الاستفسار الأول بالنسبة للمسح على الرأس يعني لآخر الرأس المسح عادي لو مسحتي مقدمة الرأس لا شيء أيضا هذا ماذا بالشافعي المسح الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم الشافعي كان يرى أن الباء هنا للتبعيض يعني جزء من رأسكم يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وهو يلبس يمسح جزء من رأسه ثم يأتي بالعمامة كاملة هذا رأي الشافعي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل كان يمسح هكذا من مقدمة رأسه للخلف ثم يرجع صلى الله عليه وسلم وهذا السنة علمتي؟ هذه السنة لو إنسان مسح جزء من رأسه يجزئه ما حد يقول بوضوءه باطل علمتي اختي؟ نعم بالنسبة القدم فكل الأقوال الحمد لله فيها بساطة ودينة جميل وسهل الحمد لله دكتور ها قولي شو بالنسبة للرجمية تغسل أم تمسح القدم إذا أنت لابسه خف شيء آخر تمسحين شرط البسينة على وضوء أما إذا كنت ملابسه خف لا تغسل علمتي اختي؟ طيب ليس أبا العالمين قال بالقرآن وامسحوا برؤوسكم والأقدام؟ لأنه الله عزيزي قال فامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين صح؟ بعضهم يستندل قال إذن المسح أراد الله عز وجل هنا المسح بالرجل أراد الله هنا مسح رأس ورجل لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذا الأمر علمتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذا الأمر بالغسل متى يكون المسح؟ يكون المسح إذا لبسنا خف فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعطى الحكم الأدنى دون الحكم الأعلى علمتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين غسل وما بين مسح متى نمسح ومتى نغسل؟ علمتي اختي؟ نعم بالنسبة للمضمضة والاستنشاق مستحب مواجب؟ لا مستحب وبعضهم قال واجب ما يبطل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض العلماء اعتبر الأنف والفم جزء من الوجه فقالوا إذن واجب صح؟ نعم تماعي؟ قال واجب وبعضهم قال لا ليس واجبا لكن هو الأفضل والأحوط أني أطمض منذ وأستنشق الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاخسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم جاروا مجرور برؤوسكم ماذا قال بعدها؟ قال وأرجو لكم ولم يقل وأرجو لكم علمتم الفرق؟ هذا التفصيل المسح المسح بالرد للقرآن لأنه بعض إخواننا الشيعة الله يزيون الخير بعض إخواننا الشيعة يستدلون أن بس جواز المسح هذا رد علمي الآن ليس رد طائفي رد علمي إخواننا الشيعة جزاهم الله خير يوم يتوضعون يأتون بالرجل فيمسحون هكذا حتى إذا كان لهم يلبسون جورة ويستدلون بقوله تعالى في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين قالوا هاه مسح إذن راس وكعب رجل للكعب فإذن مسح نقول الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين ولم يقل وأرجو لكم لو قال الله وأرجو لكم تعود للمسح لكن الله ماذا قال تعود إلى أين؟ للغسل لماذا؟ ارجع معا للآية قال الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم صح؟ مفعول به اغسلوا إيه؟ وجوهكم ثم قال وأيدي وأيديكم إلى المرافق احذف وامسحوا برؤوسكم احذف وامسح شل وامسح برؤوسكم قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم قال بعد نحذف الآية مثلا وقال وأرجو لكم إلى الكعبين صح فكانت أرجو لكم تعود إلى أين إلى الغسل لو قال الله وأرجو لكم تعود إلى أين إلى المسح ربما يأتي إنسان يقول يوجد قراءة أخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم مثلا إنسان قال يوجد قراءة قرآنية وأرجو لكم نقول هنا يأتي البيان والتفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرجو لكم أرجو لكم متى يكون المسح كما أسلفت في الجواب ومتى يكون الغسل لكن في الآية القرآنية برواية حفص عن عاصم أراد الله عز وجل الغسل القدم إلى إلى الكعبين أتمنى الإجابة وضحت نعم ترجمة نانسي قنقر